اشتركوا في القناة لذلك لدى لقاء السموه حفظه الله في قصر الإقضابية اليوم بحضور معالي الشيخ خالد بن عبدالله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء وسعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني وسعادة السيد حمد بن فيصل مالكي وزير شؤون مجلس الوزراء لدى لقاء سموه معالي السيد عبدالله علي عبدالله اليحيى مبعوث سمو أمير دولة الكويت وزير الخارجية حيث أكد سموه على ما يجمع مملكة البحرين ودولة الكويت من روابط أخوية وثيقة ممتدة عبر التاريخ مشيرا إلى دور الكويت الشقيقة في تعزيز مسارات العمل الخليجي المشترك نحو فأفاق أرحب بما يحقق التطلعات معربا سموه عن تمنيات مملكة البحرين للدورة الخامسة والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية كل التوفيق والنجاح واستمرار البناء على ما تحقق من منجزات بين دول المجلس في شتى المجالات لما فيه خير وصالح الجميع من جانبه أعرب مبعوث سمو أمير دولة الكويت وزير الخارجية عن شكره وتغديره لصاحب السمو الملكي وللعهد رئيسي مجلس الوزراء لما يوليه سموه من حرص على تعزيز التعاون الخليجي المشترك متمنيا لمملكة البحرين دوام النماء والازدهار ترجمة نانسي قنقر